هنا وفي آية واحدة حولت التقوى التي قد يتوهم الإنسان قبل أن يتدبر في الآيات في كتاب الله أنها مفهوم أو مبدأ أخلاقي أو إيماني فحسب هذا منهج عمل هذا منهج تربوي هذا منهج في الاقتصاد هذا منهج سلوكي يعلمك كيفية الأداء بتقوى وضمير حي في مختلف المؤسسات التي تكون في المجتمع كلما زدنا أنا وأنت نظرا وبين قوسين مستوى عال من التعمق في التفكير والتبصر وتجويل وتجوال الفكر بتعمق وروية وفحص ومقارنة فيما نعمل ونقدم كلما زدت ترقيا في ذلك الاتجاه كلما زادت تقواك وكلما نقص عندي ذلك المؤشر في الأداء وضعف وأصبحت الآخرة بالنسبة لي وما قدمت لغد ليست من أولوياتي ولا في حساباتي أول ما أضع الأجندة أو الأعمال التي سأقوم بها في اليوم هذه الأملية هي التي يقررها القرآن في قوله ولتنظر نفس ما قدمت لغد القرآن يريد منك أن تستحضر الآخرة في أعمالك ويومياتك كل عمل تقدمه مهما كان ذلك العمل يتعلق بشخصك بحياتك بأسرتك ببيتك بمنزلك بمدرستك بمؤسستك التي تعمل فيها مهما كانت طبيعة ذلك العمل كله لا بد أن يصب فيما قدمت لغد هذا النظر الذي يسوق الإنسان إلى إتقان العمل تحت عين رقابة التقوى التي يريد القرآن أن يصنعها فأنت كلما زدت نظرا وتقليبا وفحصا لما ستقوم به من أعمال واضعا في حساباتك أن ما تقوم به من عمل وما تضمره من نية في ضميرك في أجلي ولأجل إحسان وإتقان ذلك الأعمال هو زرع ستجنيه قريبا تقدمه لغد